الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهراري الكافل بعلم الدين الضروري وهو بطريقة سؤال وجواب فنرجو منه الإفادة العميمة والله هو المستعان ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ سؤالنا ما هي الدعوة الباطلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدعوة الباطلة كأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور فضيلة الشيخ ما هو الطلاق البدعي الطلاق البدعي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ويقع هذا الطلاق وإن كان محرما ما هو الظهار وماذا فيه الظهار هو كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي وهو حرام وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا والكفارة هي عدق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ستين مدا والكفارة تكون قبل الجماع قال تعالى من قبل أن يتماس ما هو اللحن في القرآن؟ هو تغيير الصواب في القراءة وهو حرام وإن لم يخل بالمعنى هل يحرم السؤال للغني بمال أو حرفة؟ من كان له مال يكفيه حاجاته الأصلية أو له مهنة تكفيه يحرم عليه أن يشحذ أما الآن نود أن نسأل كيف يكون النذر بقصد حرمان الوارث؟ كأن ينظر قبل موته كذا لفلان حتى لا يرثه أحد ورثته ويشهد شهودا على ذلك ولا يثبت هذا النذر إذا كان بقصد حرمان الوارث كيف يكون ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره وأعطنا مثالا على ذلك فضلة الشيخ؟ رجل كان عنده أمانات لآخر ومات ولم يذكر ذلك في وصية ولم يخبر بها ولم يشهد عليها بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة فهذا عليه ذنب كيف يكون الانتماء إلى غير أبيه وإلى غير مواليه؟ إذا شخص زعم أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس كذلك فهذا انتماء إلى غير أبيه وهو حرام وإذا زعم أن فلانا كان مولاه أي كان سيده ثم عتقه وهو يعلم أنه ليس كذلك بل كان سيده غيره فهذا انتماء إلى غير مواليه وهو حرام أيضا ما معنى الخطبة على خطبة أخيه؟ إذا مسلم خطب بنتا وكلم وليها ووافق على خطبته ثم جاء شخص فقال لهم أخطبون ابنتكم وافسخوا خطبة ذاك هذا حرام لما فيه من الإيذاء والقطيعة كلمنا عن الفتوى بغير علم يحرم الفتوى بغير علم ولو أصابت لورود الحديث من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب رواه الترمذي وحديث من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض رواه ابن عساكر ما حكم تعلم العلوم المضرة وتعليمها ونود لو تعطنا أمثل على ذلك يحرم تعلم علم مضر لغير سبب شرعي كتعلم السحر والشعوذة والتنجيم ما حكم من يحكم بغير حكم الله من حكم بغير حكم الله جاحدا لحكم الله أو زاعما أن هذا أفضل من حكم الله أو أنه مساو له فهذا كافر أما من حكم بغير الحكم السرعي لرشوة أو قرابة أو غير ذلك من غير تكذيب للسرع فهذا فاسق ولا يكون كافرا شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد ترجمة نانسي قنقر